دخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه بحل المجلس الانتقالي وتولي المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية التي تستمر تسعة وثلاثين شهرا ويتولى زمام الأمور خطوة وصفت بالكبيرة في طريق تحول السودان باتجاه الحكم المدني تجسدت بأداء رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس اليمينة الدستورية بانتظار قيام رئيس الوزراء بأداء القسم في وقت لاحق حيث أقسم الفريق البرهان الذي كان يرأس المجلس العسكرية اليمينة ثم أدى أعضاء المجلس العشر الآخرون اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء وبعد ذلك عقد المجلس السيادي أول اجتماع له برئاسة البرهان وسيكون البرهان رئيسا للبلاد لواحد وعشرين شهرا في المرحلة الانتقالية على أن يتولى مدني المدة المتبقية وهي ثمانية عشر شهرا ويتكون المجلس السيادي الذي سيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي من البرهان رئيسا ومحمد دقلو المعروف بحميدتي وياسر العطى وشمس الدين كباشي وجابر إبراهيم وجميعهم عسكريون كما يضم ستة مدنيين بينهم خمسة من ترشيح قوى الحرية والتغيير والسادس بتوافق بين جانبين وهم عائشة موسى وصديق تاور ومحمد سليمان ومحمد التعايشي وحسين إدريس ورجاء نيكولا وكان البرهان بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي أصدر في وقت سابق مرسوما دستوريا يقضي بتشكيل المجلس السيادي ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير السبت الماضي على وثائق المرحلة الانتقالية التي تستمر تسعة وثلاثين شهرا يتقسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابة وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من نيسان الماضي إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلاد منذ أشهر وأن تتحقق قريبا آمالهم في الأمن والاستقرار والعيش الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر